نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقديم وزارة التموين منحا مالية للمواطنين بقيمة تصل إلى 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وأكد إعلامي مجلس الوزراء أن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع لوزارة التموين مشيرا إلى أن كفة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة مضيفا استمرر الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه لنحو 10.5 مليون أسرى مقايدة على البطاقة التموينية حتى 30 من يونيو المقبل اشتركوا في القناة